دراسات بتفرجي انه 48% من النساء تدعوا النشوة الجنسية مرة بحياته طب ليش الشخص بده يدعي اللذة ليه تيعمل حاله في كتير اسباب والنساء رح تجيب ورح تقول انه بعد الاوقات بيحسوا انه الشريك ام الزوج كتير مركز انه يوصلهم وهن ما بيكونوا بالجوه انه ما بيكونوا طالعة بالهم ام يفكروا بالولاد اعملون شغل بكرة لازم يقوموا بكير في كتير اسباب فيها تلاه المرأة من العلاقة الجنسية وما بدهم يجرحوا شعور الشريك فبيعملوا حالهم بعد النساء رح يقولولنا كمان انه بيعملوا حالهم كرميل يأخروا مدة العلاقة يكونوا كمان نفس الاسباب ام مش حابين يميرسوا ام تعبنين وحابين يسرعوا بصارة الشريكهم فبيعملوا حالهم كرميل الشريك كمان يسرع ويقدر يوصل اسرع لنا شوي طالت سبب بعد النساء بيعملوا حالهم لانه ما عم بينبسطوا ما عم بينبسطوا ما بدهم يقولوا انه ما عم بينبسطوا بركي الشريك عابر ام بركي زوجه انه مستحين منه وما بدهم يقولولو انه مش مبسوطين فكمان بيعملوا حالهم رابع سبب هو أنه عم بيملسلوا لأنه بيقعوا على شريك عم بيكونوا مع زوجهم وزوجهم ما بيعرف يوصلوا للنشوة ولذلك بما أنه هن بحياتهم ما قلولوا أنه هن ما عم بوصلوا للنشوة بيعلقوا بهذا الفخ بيكونوا مرة عملوا حالهم وكل مرة حسوا أنه ييمة هذي كل مرة أنا وصلت بهالطريقة كيف دقلوا هلأ أنا ما بوصل بهالطريقة وفي بعد النساء بيلاقوا حالهم مزروبين بهالحلقة الفارغة عاش سنين خمساشر سنة ما شعروا باللزة بحياتهم لأنه عملوا حالهم من أول مرة لكن احنا بنا نقول للنساء أنه كتير مهم أنه ما يعملوا حالهم ما حسوا بالنشوة ما انبسطوا بس يقولوا أنه ما حسوا بالنشوة ما انبسطوا وما نأخر الدنيا أنه مرة ما توصل للنشوة مثل ما شفتنا بغير موضيع أنه وش دايما المرأة بتوصل للنشوة بس كتير مهم تقدر تحكي من الموضوع طي يطلع لها من وقت لوقت ووصول للنشوة ولزة وشغلة هيك صغيرة حاب أحكي عنا أنه التمثيل مش بس للنساء فيه رجال يمثلوا إيه ما أنه رح تقولولي يه لا كيف أنه مع الانتصاب ما فيه مثلوا الأزف ما فيه مثلوا في بعض الرجال بيعملوا حالهم بيكونوا لابسين واكل زكري بيعملوا حالهم عم بيوصلوا للنشوة وضغرة بيركلوا على الحمام وما بتعرف المرأة أنه ما موصلوا للنشوة ليش بيعنوا هالشي؟ كمان لنفس الأسباب لأنه إيمانهم بالجو ما بنون يشرحوا الشركة يقولولوا أنه مش فيتين بالجو أنه مع بيحسوا بإيسارة تعبنين ما قلون جليدة يكملوا وإلى آخرها فإن تمثيل فيكم موجود بالعلاقة الجنسية بس الواحد ما بده يعلق بالتمثيل لأنه هذا الشي رح يخليه يحس بشعور بعدم من الرضا وبالكبت أهم الشي شركين يقدروا يتواصلوا ويقولوا الحقيقة وهيك مننها هالحلقة اليوم وبجعب شوفكم بموضوع جديد بحلقة جاية باي باي موسيقى